السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. طبعا احب اشكركم على التفاول على الفرص والمنح اللي احنا بنعرضها. وان شاء الله بازن الله في فرص ومنح كتير جاية هنعرضها لكم وان شاء الله تكون مفيدة ليكم. اه كان في طبعا فرص سابقة زي فرصة صفر للدوحة مولاب الكامل لمدة اسبوع. التقديم لسه مفتوح لها. وكان في فرصة تانية زي فرصة تمولية بقيمة عشر تلاف دولار ده خمستاشر فايز كل شهر. طبعا كان في فرص كتير على عرضناها ومنح دراسية كتير عرضناها. فاريت اللي ما شافش الفرص دي يرجع تاني ويشوفها. تمام? وعشان توصلك اه اي فرصة او اي منحنا بننزلها ياريت تعمل للقناة وتضغط على الجرس الصغير اللي موجود اسفل الفيديو عشان يوصلك كل الفرص. وطبعا فيه جروبات لينا على الفيسبوك وعلى الواتساب. فتقدر توصل لينا بسهولة عن طريق الجروبات دي وكل الروابط هتلاقيها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. تمام? طيب بالنسبة للفرصة للنهاردة فرصة جميلة جدا هي رحلة الى المغرب. تمام? ده مؤتمر هنتكلم عنه بالتفصيل. طيب تعال كده بالراحة. اه طيب ممكن هنا يزهر لك اعلان. ده اعلان لو زهر لك ما فيش مشكلة خالص. بتضغط اغلاق للاعلان. وبتلاقي الصفحة موجودة عادي. تمام? طيب. اه الفرصة دي مقدمة هي مؤتمر دولي. واسم الفرصة دي اي دي اي ال. ودي اختصار لكلم اسمها اه اه تمام? ودي مقدمة من مؤسس اسمها بي سي ان اس. تمام? دي المؤسسة. اه اللي مقدمة للفرصة دي. طيب الدولة زي ما قلنا هتكون في المغرب في مدينة اه مراقش. ودي مدينة راقية جدا. مدينة جميلة. مدينة سيحية بامتياز من الدرجة الاولى يعني. ومعروفة جدا في المغرب. اه طيب اخر معادل التقديم هو خمستاشر سبتمبر الفين وتسعتاشر. يعني بعد ثلاثة ايام من دلوقتي. فريد تلحوي تقدمه بسرعة قبل ما اه معادل التقديم ينتهي. طيب مدة البرنامج قد ايه? مدة البرنامج اسبوع كامل. حاولي ستة او سبع تيام على الاكتر. تمام? التمويل. طيب انت هتاخد ايه من الفرصة دي? او تمويلك هيكون ازاي? هتكون في تسكرة طيران من بلدك الى المغرب. وهتكون في تسكرة عودة لبلدك بعد انتهاء البرنامج. تمام? هيكون في اقامة فندق طول مدة البرنامج. هيكون في طعام مجانا. هيكون في نقل داخلي في المغرب بالمجان. يعني اي تنقل في في المغرب هيكون بالمجان على حساب المؤسسة. وكمان طبعا هيكون في استكشاف للمدينة. تمام? ده من قبل المؤسسة هم هيعملوا لك خروجات اه لاستكشاف المدينة ومعلمة الاسارية وهكذا. طيب اه متطلبات التقديم ايه هي? متطلبات التقديم يكون سنك ما بين تلاتة وعشرين لخمسة وتلاتين سنة. طيب اقل من كده ما ينفعش واكتر من كده ما ينفعش. تمام? لازم يكون سنك ما بين تلاتة وعشرين لخمسة وتلاتين سنة. مطلوب منك ايه كمان? مطلوب منك سيرة زاتية. تمام? يكون معك بتاعك. طبعا دي حاجة بسيطة. كل الناس عارفة يعني ايه? وبيكون شكله ازاي. طيب. مطلوب منك ايه تاني? مطلوب منك انك تكتب مقال ليه انت عايز تنضم للبرنامج? في بتاع التقديم لازم تكتب المقال ده ليه عايز تنضم للبرنامج? تمام? مقال ما يتعداش مئتين وخمسين كلمة. ايه كمان مطلوب منك? انك تعمل فيديو لمدة دقيقة. اه ممكن تحطه على اليوتيوب اه لمدة دقيقة بتعمله وبتديهم الرابط بتاع الفيديو وهم بيشوفوا الفيديو ده. والفيديو ده بيكون عبارة عن مقدمة لنفسك. انت بتقدم نفسك فيها وبتتكلم عن نفسك لمدة دقيقة. طيب هدف البرنامج بيقولك ان البرنامج ده هدفه هو مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية. يعني اه هو يعني هو مؤتمر دولي عالمي. اه بيناقش قضايا كتير جدا وموضوعات مختلفة زي قضايا مجتمعية واقتصادية اللي بتواجه المجتمعات حاليا وهيكون فيه مواضيع مختلفة مش موضوع واحد بس. طيب احنا كده تعرفنا على البرنامج وتعرفنا على كل حاجة عنه. انا لو عايز اقدم للبرنامج ده بتعمل ايه? طبعا زي ما قلنا هنا تضغط قدم الان. تمام? لما تضغط قدم الان هيدخلك على الجزء ده. هيدخلك هنا انك تكتب الايميل بتاعك. لما تكتب الايميل بتاعك هيبعت لك رسالة على الايميل. شبه الرسالة دي بالزبط. زيها بالزبط. هيجي لك رسالة هنا بيقولك انك آآ 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 عايز تملى للابليكيشن. لو انت عايز تملى للابليكيشن بتاع الفرصة دي. هتضغط كليك هير. فلما تضغط هنا بص كده. هتضغط هنا. هيدخلك للابليكيشن بتاع المنحة او الفرصة. ده الابليكيشن الرسمي. الابليكيشن بسيط جدا. ما فوش اي حاجة. آآ عادي جدا. مش هياخد منك اكتر من خمس ده في التقديم. طيب. الابليكيشن في اربع سيكشن. في اربع مراحل. ولا اربع بساط جدا. اول حاجة طبعا هتكتب هتكتب اسمك. آآ طبعا الجنسية بتاعتك. كل الجنسيات متاحة. تاريخ ميلادك. كل معلومات بالتفصيل بتاعتك. طبعا رقم جواز السفر مش مطلوب منك. لو انت مش معاك جواز السفر حاليا. ممكن تقدم عادي. ولما تتقبل آآ ساعتها تقدر آآ تديهم آآ رقم جواز السفر. انما لو معك بتكتبه مش معاك مش مشكلة. تمام? طيب بعد كده بتعمل ايه? بتخش بعد ما بتملأ الجزء ده بتخش على الجزء اللي بعده بتضغط ناجس. تمام? ده الجزء اللي بعده بيقولك تكملة للجزء الاولاني. آآ انت هنا بتكتب النوع اللي انت عايزها في البرنامج. يعني انت عايز مسلا حاجات خاصة بالميديا زي الفيسبوك والحاجات ديات الميديا. آآ او حاجات خاصة يعني الحاجات المدنية تتكلم عن المشاكل المجتمعية اللي بتواجه المجتمع. يعني انت بتختار انت عايز تتكلم عن ايه? او تشارك بايه في المؤتمر ده. تمام كده? طيب بتكتب هنا انت مسلا بتشتغل ايه حاليا? او ايه نوع الشغل اللي انت عملته قبل كده? طوعت او اشتغلت في حاجة معينة بتكتب نوع الشغل. تمام? بتكتب الخبرة اللي عندك. انت عندك خبرة في ايه بالزبط هنا? يعني عندك خبرة في التدريس. عندك خبرة في الاقتصاد. عندك خبرة في اي مجال بتكتبه. تمام? بتكتب ده او ده. اللي هنا بيديك تكتب الخبرة الاولانية. ولو عندك خبرة في حاجة تانية بتكتبها. بس ده مش الزامية. يعني دي حاجة اضافية. تمام كده? طيب بتضغط بعد كده على السكشن التالت. ناكست. بيدخلك للسكشن التالت. اللي هو بتحط فيه اه بتحط فيه اه الاوراق بتاعتك. تمام? اول حاجة هنا بيقول لك انك هتحط بتاعك. يكون بالانجليش طبعا. بتضغط هنا وبتحط التانية حاجة بيقول لك تحط صورة شخصية لك. جمام? لازم صورة شخصية باي خلفية مش مشكلة. اه السي في لازم يكون اه في شكل بي دي اف. بس هو اللي مقبول. والصورة لازم تكون اه جي بي جي. يعني النوعية الصورة. ما ينفعش ان حد يحط الصورة بي دي اف او حاجة. لا هي النوعية دي بس. تمام? بعد كده بتخش على السكشن الرابع اللي هو اخر حاجة اخر مرحلة. هنا بقى بيقول لك بيقول لك اكتب لي مقال اللي عايز تنضم اه للفرصة دي وايه ايه اللي احنا هنستفيده لما انت تنضم معنا. بيقول لك العدد الكلمات اللي تكتبها ما يتخطاش متين وخمسين كلمة. يعني لازم هنا متعديش المتين وخمسين كلمة. وتكتب فيها لها عايز تنضم ايه الافادة من الانضمام بتاعك للبرنامج ده. هنا ده اه ده مقال تاني بيقول لك لو انت عندك اي مؤهلات اضافية بتكتبها. ما عندكش بتسيب المكان هنا فاضي. ده مش حق لالزامي او 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 مقال الزام انك تكتبه لأ. ده حاجة بترجع لك انت على حسب المؤهلات بتاعتك الزيادة اللي عندك. تمام? اخر حاجة عندي هنا بيقول لك اه بتحط دقيقة اه بتعمل فيديو المد الدي على اليوتيوب. وبتحط لهم الرابط بتاع الفيديو هنا. تمام? هنا بتكتب الرابط بتاع الفيديو. بتاخد كوبي بيست وبتحط الرابط هنا. يعني الموضوع بسيط. وبيقول لك ان ان الفيديو ده لازم يحتوي عن مقدمة عن نفسك ليه عايز تملأ للبرنامج. ليه انت بتعتبر لنفسك شخص قيادي او او شخص مسلا اه هيبقى ليك دور في اه في المؤتمر ده. تمام? بسيط جدا متكون من اربع مراحل والا اربع مراحل بساط جدا مفهومش اي مشكلة خالص. تمام? ولازم تملأ باللغة الانجليزية يعني مفيش حد مسلا يقول هي في المغرف يعني يقدم باللغة العربية لأ. تقديم او كل المراحل لازم يتم ملقها باللغة الانجليزية. تمام كده? الفرصة حلوة جدا. آآ فرصة مميزة. فرصة مش مشهورة. محدش عارف عنها كتير. يعني فرصتك في القبول ان شاء الله كبيرة. حاول ان انت تقدم بسرعة. آآ الموضوع مش ياخد منك آآ يعني اكتر من خمس دقيق. كل الاوراق آآ موجودة معاك. سواء انت الفيديو هتعمله حاجة بسيطة موجود. صورتك موجودة. كل كل الاوراق معاك. يعني مش محتاج آآ اوراق آآ كتير او الابليكيشن معقد او حاجة لا. الابليكيشن بسيط والاوراق المطلوبة بسيطة جدا. اتمنى يا رب تكون الفرصة مفيدة لكم. تكونوا استفدتوا منها. وان شاء الله بازن الله يكون معنا فرص كتير مختلفة. واحنا مش هنعرض بس آآ فرص تطوعية او فرص سفر. لا احنا بنعرض من اح دراسية فرص تطوع. آآ فرص عمل احيانا. حاجات كتير جدا مختلفة نعرضها. بيجيب لكم الفرص من آآ مصادرها الرئيسية ومن مصادر مختلفة ومن مصادر يعني موسوك منها ومش معروفة. وبحط لكم الرابط الرئيسي لها وبتكلم عنها عشان تبقى الفكرة واضحة قدامكم. اتمنى تكونوا استفدتوا وان شاء الله موفقين ومقبولين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته